محمد الدهش صراع الهدافين كيف بنتهي تتوقع هالسنة؟ بيكون لعب وسط ولا مهاجم؟ أنا توقع طبعا مهاجم لسه في بداية الدوري بس أنا اللي يفاجأني الثمانية هو لا واحد لاعب سعودي يعني ترى هذا مؤثر يعني مؤشر صراحة للمنتخب وزي أنا ترى أنا أتوافق طبعا مع اللي يقول ابو خالد أعتقد الدوري الدرجة أولو ممكن غنيب اللعيبة غنيب اللاعبين اللي يحتاجوا من المنتخب السعودي بسعودي ترى يفاجد اللاعب المهاجم الهداف لا زال عبدالله الحمدان نوعا ما حتى في ناديه لسه ما سجل أكثر من هدف لكن نرجع طبعا للهدافين أتوقع تكون بين السومة وقوميز طيب أصلا أنت عطيني مهاجم غير عبدالله الحمدان عبدالله الحمدان صالح الشهري ممكن انتقاله طبعا من الرايد قلل من اللعبة طبعا في الهلال صالح كان ممكن أن يكون أحد لاعبين المنتخب لكن الآن طبعا بعد انتقال النادي الهلال قلل طبعا من قال من فرص اللعب في المباريات الآن الهلال عنده أدواردو هداف عنده طبعا عمر خربين احتياط طبعا القوميز فمشاركتها أعتقد أنها قليلة بتكون تحب أبو